قصص النجاح والتفوق كثيرة ولكل نجاح حكاية نسجت بخيوط التحدي والتغلب على الواقع الطالبة غزل الجوراني تفوقت في نيل شهادة التعليم الأساسي بمدينة حمص على الرغم من كونها تعاني من مرض في عينيها محققة ببصيرتها جزءا من حلم كانت وضعته نصب عينيها مدرست مجد عيسى عقا مجموعة 3026 كان أنا بعاني من مرض بعيني فما عيضعف نظر شديد بس أنا بالنسبة لدراستي أنا مكفوفي بما أني ما بقدر شوف فرقة الامتحان ما بقدر أقرأ يعني أنا دراستي هي سماعية بدروس من التسجيلات الصوتية كان فيه أنسي بالامتحان بتكتب لي يعني أنا إلا الأجوبة هي بتكتب كان طموحي الأول والأكبر هو العلامي الكاملي بس أنه قربت على الحلم شوي إن شاء الله حلمي الأساسي بالشفاء يعني أنا وأهلي غزل ووالدها وأخوتها مصابون بمرض التهاب الشبكية الصباغي وهذا لم يمنعهم من ممارسة حياتهم مع تطلعهم للاستمرار بالتفوق مكفوف مجاز بالحقوق وعندي ثلاث أولاد مكفوفين حيدار وفرح وغزل الآن غزل تفوقت أنا أعتبر أخذت العلامة التامة ورغم أنه رحل بعض العلامات بسبب خطأ مزنبهية ورغم ذلك ورغم الصعوبات والمعاناة الكبيرة نعم نعيشها مثلنا مثل غيرنا بس نحن أكتر بكتير رح نظل مستمرين ومتفائلين لأنه أملنا برب العالمين كبير اللي الله أعطى عقل ما حرمه شي رح نظل إيجابيين وفعالين بالمجتمع بكل ما تعني الكلمة معنا مواد العلمية كمان كتير كنت لقى صعوبة فيها مثلا معادلات رياضيات دي ضل حطتها بزهني من أول تل آخر تمام ما كانت ساعدني بكل مواد العلمية طموحي أني صير دكتورة بس بسبب وضع الصحية أنا ما فيني فوت علمية فرح فوت أدبي وإن شاء الله بصير دكتورة بالجامعة هنا غزل الجورانية انتصرت على مرضها وتحدت كل ظروف لترسم مستقبلها بقلبها ويديها وهي مصممة على المضي في طريق تحصيلها العلمي لإيمانها بأن العلم نور يضيء دروب النجاح أسامة ديوب الأخبار السورية حمص